هاللويا فضلوا استردوحوا لإلهنا كل المجد فضلك سيد سلام المسيح يا محبوبين امتياز عظيم أنه نكون موجودين بهذا الوقت والامتياز الأعظم أنه إلهنا القدوس والمحب يسوع المسيح هو معنا لا يتركنا ولا يهمنا هو أمس واليوم وإلى الأبد ليس في تغيير ولا ضده وران آمين إلهنا صالح إلهنا صالح إلهنا صالح وإلى الأبد رحمته نشكر رب يسوع لهذا الوقت أي شخص رح يتعامل وإلى عداء رح أصدر بي عقوبة كبيرة جدا لذلك وبقوا الناس يخافون من قرار هذا القاضي لأنه هو كان عادل وفي يوم من الأيام وفي يوم من الأيام إجا وقت إلا بنت القاضي بنت القاضي تعاملت مع العداء لذلك جابوها راحوا الناس عليه وقال لولا هذه بنتك عملت شر هذه بنتك عملت غلط فجابوها قدام القاضي ووقف القاضي وأصدر القرار لكون هو قاضي عادل أصدر قرار أنه هي لازم تعاقب لكن بدور أنه هذه بنته نزل القاضي ونزع البدلة مات بدلة القضاة ونزل أخذ العقاب بدالها ليش؟ لكون هي بنته وهو أصدر القرار نفس الشيء الله عمل هذا الأمر الله أصدر قانون الذي يفعل شر يعاقب الذي فعل خطيئه سوف يحاسب نفس الشيء لما يجي وقت العقاب أرسل الله ابنه مولودا من أمرأ في ملئة الزمان يقول في عبرانين أخذ العقاب عني وعنك وهذا الشيء اللي رائع جدا أنه نحن نتمتع فيه اللي نتمتع فيه أنه إلهنا المحب إلهنا الراعة أخذ العقاب بدالي وبدالك وهذا الشيء الراعة يا أحباب لذلك اليوم مريد أشاركم فتشي مهم جدا كنا سامعين عن العناية الإلهية صح؟ كنا نعرف شنو هي العناية الإلهية إذا أسأل ثلاثة أربعة كل واحد رح يقول لي فتشي طيب هل أنت وآني شاعرين بهذه العناية الإلهية أكيد كنا في كل يوم جديد هناك عناية إلهية على أولاده في كل يوم جديد هناك عناية وحماية من عند إلهنا لذلك نحن ما نؤمن بإله مات وتركنا نؤمن بإله حي وهو معنا كل يوم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ما قال أنه أنا رح أتركهم لا هو قال أنا رح أكون معكم خير ورحمة يتبعانني في كل أيام حياتي شقد كانت أيام حياتك ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة هو معنا في كل وقت ولذلك العناية الإلهية مهمة جدا في المسيحية كثير ناس ما تعرف شنو هي العناية الإلهية اليوم كنت أقول فهذا أمر مهم كنت أشارك الأخوة في كل الديانات هم يبحثون عن الله اللي عندنا في المسيحية الله يبحث علينا الله اللي نزل وترك مجدا يقول أخ لا نفسه صائرا في شبه الناس مشابهنا في كل شيء عدل خطيئة اجا وبحث علي وعليك وهذا أهم نقطة اللي هي العناية الإلهية طيب حتى واحد يسألني يقول لي شنو هي العناية الإلهية العناية الإلهية هي وسيلة التي يحكم من خلالها الله كل شيء في الكون العناية الإلهية هي وسيلة يحكم بها الله كل شيء بهذا الكون هذه هي العناية الإلهية والعناية الإلهية تؤكد أن الله لديه السيطرة التامة على كل شيء ليش؟ لأنه الله المتحكم بكل شيء هو الله الله المتحكم بكل شيء لذلك الهدف من العناية اللهية هو تحقيق إرادة الله هو تحقيق إرادة الله ولضمان أن يتم تحقيق أهداف الله يحكم الله شؤون الإنسان ويعمل من خلالها النظام الطبيعي للأمور لذلك إلهنا نحن نؤمن بإله أنه نحن عاطين الشيء اسمه حرية لإرادة الله أعطاك حرية الإرادة أنه أنت تتبعه أم ترفضه أنت مخير وليس مسير نحن في المسيحية نؤمن بشيء أنه الله انطان حرية الإرادة أنه أنا أكون مع الراب أو أنا أكون ضد الراب لأنه الذي مو مع الراب هو ضد الراب ويسميهم هم تبعين أرواح مظلة تعاليم شيطانية الذي يرفض الراب والذي ليس مع الراب لذلك العناية الإلهية يقول إذا الله لم يكن مسيطر على كل شيء فإنه لم يكن كلي السلطة إذا الله لم يكن مسيطر على كل شيء فهو ليس كلي السلطة وأن لم يكن كلي السلطان فلا يكون هو الله لذا فأن ثمن حفاظ على أمور خارج سيطرة الله يؤدي إلى وجود إله ليس هو بإله وإن كانت إرادتنا الحرة تسمو على إرادة الله فمن هو الله من البديهية أن هذا الشيء غير مقبول لأي شخص مؤمن فالعناية الإلهية لا تدمر حريتنا واحد يقول إذا الله سيطر على حياتي فأنا ما عندي حرية العناية الإلهية لا تدمر حريتنا ولكن تمكننا من استخدام هذه الحرية بالشكل الصحيح أمين؟ أمين هذه هي العناية الإلهية كنا نعرف خروج ثلاثة قصة موسى الحقراء على مسامعكم وراح نشوف شنو اللي رب دي يقوله أنه بهذا الوقت خروج ثلاثة من عدد واحد إلى عدد خمسة عشر تقول كلمة الرب وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميهي كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وأذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال هانذا فقال لا تقترب إلى ها هنا أخلع حذائك من رجديك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرضا مقدسة ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله فقال الرب أني قد رأيت مذلة الشعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم أني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأمرين والفرزيين والحويين واليبوسيين والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي ضايقهم بها المصريين فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر فقال موسى الله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر فقال أني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وقل لهم إله آباءكم أرسلني إليكم فأثقال لي ما اسمه فماذا أقول لهم فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يحوى إله آباءكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي وإلى الأبد هذا ذكري إلى دور فدور آمين ثم آمين هذه هي كلمة الراب دعنا نشوف حطيت عنوان لهذا الموضوع أنه العناية الإلهية كنا نعرف قصة موسى وكيف كانت حياته أول ما ولد موسى فرعان أصدر قرار أنه كل الأطفال تقتل وراب نطفد أمر مهم لأمه وأرسلته ذبته في النهر حطته في سلة وذبته في النهر ولحقته أخته تتبع خطواته وصار بيد أمينة هذه العناية إلهية لذلك حياته كلها موسى تربى ونمى وكبر على أيدي المصريين لكن موسى كان أيضا عند غيرة على الشعب كان يعرف أنه هو ليس من هذا الشعب تربى على أيدي المصريين لكن كان يعلم يقينا أنه هو من شعب مختار من شعب مميز لذلك أشبه حالة موسى كثير من الأوقات نحن كمؤمنين نكون في المكان الغير صحيح لكن أنا أدرك أنه هذا المكان هو ليس مكاني أنا أعلم أنه أنا في مكان هو ليس بمكاني لذلك موسى كان يدرك يقينا أنه المكان اللي هو في بيت فرعون هو ليس المكان اللي الله أعد إله لذلك كان دائما يطلع ويشوف الناس المصريين كيف كانوا يعذبون اليهود شعب الله لذلك في وقت من الأوقات جاءت وقت ما تحمل قتل أحد جنود فرعون وهرب من ذيك المنطقة ومن هرب اختفى من أرض مصر ومثل ما قرأنا أنه هو راح في مديان عند حمي ياثرون حطيته تحت عنوان العناية الإلهية من عدد واحد إلى العدد خمسة مشهد رهيب مشهد راعة جدا شافه موسى من عدد ستة إلى عدد عشرة وعد صادق للحبيب مشهد رهيب وعد صادق للحبيب من عدد دعش إلى عدد خمسة عش تعزية من الإله العجيب سو مشهد رهيب وعد صادق للحبيب تعزية من الإله العجيب ونشوف أنه المشهد الرهيب اللي شافه موسى يقول وأما موسى فكان يرعى غنم ياثرون حميه بعد ما هرب موسى من مصر والتقى في زوجته ودافع عنها وصار ياثرون حميه وهو كان كاهن مديان وكان يرعى غنم ثلاث مراحل مهمة في حياة موسى مئة وعشرين سنة عاش موسى على الأرض أول أربعين سنة كان عايش في بيت فرعون تعلم الحكمة درس وتعلم من الفراعن أربعين سنة الثانية كان راعي غنم تعلم كيف يكون عنده طول أنات اللي يرعى غنم لازم يكون عنده طول أنات لازم يكون عنده بديهية تعلم كيف يكون عنده طول أنات والأربعين سنة الثالثة قاد شعب بحوالي اثنين مليون وخمسمائة شخص كان هو القاضي عليهم كان هو المتحدث الرسمي بين الله وبين هذا الشعب لذلك بهذه مراحل حياته في كل مرحلة من حياته كان يتعلم درس وتعلم دروس ونحن كذلك يا أحبه في كل مرحلة في حياتنا نتعلم دروس وهذا الأمر مهم جدا عندنا نحن في المسيحية في كل يوم أنا من أدخل عمق مع الرب أذكر أنه الله يتعامل معي تعاملات جديدة لذلك يقول كان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله وكأنه موسى لما نكتب هذا الأمر أنه هذا المكان هو مكان الله طبعا بالترجمة جبل الله حريب هو برية حريب لذلك يقول وظهر له ملاك الرب لهيب نار طيب وهذا اللهيب شنو كان وسط عليقة كنا نعرف شنو العليقة أغلبين راحين أريزونا شايفين ذلك يطلعون بالصحراء العاقول دا يحترق هذا الشوق دا يحترق لكن ما دا يحترق وكأنه هذا المشهد رهيب لذلك قال خليني أشوف أنظر إذا العليقة تتوقّد بنار شنو السبب أنه هذه العليقة تتوقّد بنار ودايما أغلبية ظهورات الله كانت بالعهد القديم كانت على هيئة نار طيب ليش لأنه إلهنا نار آكلة فكرة النار تحرق وتنقي رسول بولوس قال أمر مهيب قال إذا أعمالك أو حياتك أو خدمتك عشب أو قش أو خشب سوف تحترق بنار لكن إذا حياتك وخدمتك وكل حياتك هي فضة وذهب ونحاس سوف تخفوض بالنار لكن ما رح تتأثر لذلك تتنقل لذلك هذه النار اللي موجودة العليقة هو منظر مشهد رهيب جدا لذلك موسى قال قال أميل لأنظر ونشوف أنه أول ما نظر إلها فنظر العليقة وقد والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى أميل لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق وسؤال نحن دائما نسأل هذا لماذا لا تحترق العليقة أغلبيتنا نسأل أسئلة في حياتنا ليش أو لماذا الرب عمل هذا الأمر معي كنا نشايفين يد الله معنا صح فاليوم سأل نفسك ليش أو لماذا الله عمل معي هذا الأمر لا تسأل هو الرب هو بطريقة هو بطريقة الرب يتعامل معك في كل واحد من الله يتعامل معه بطريقة التي تناسب هو فكل واحد يتعامل معي يختلف عن ما يتعامل مع سنان أو مع نويل يختلف ما يتعامل معك أنت ومعك أنت فلذلك تعاملات الله مختلفة مع موسى ظهر له في العليقة مع الشخص ثاني ظهر له بأشياء ثانية لذلك تعاملات الله كل واحد بطريقة وهذا الأمر نشوف فلما رأى الرب أنه ما في وسط العليقة وهذا الفضول صار عند موسى ينظر نادى الله وقال موسى موسى فقال هانذا فقال لا تقترب إلى هنا أخلع حذاءك نشوف الراب المكان الذي يوجد به بمعنى المكان الذي يوجد به مكان مقدس صح صح متفقين المكان الذي في وجود الله مكان مقدس الله قال لموسى لا تقترب على هذا المكان لأنه مكان مقدس أخلع حذاءك أو أخلع عليك واليوم حضور الراب هو في آني مو في العليقة ولا في المكان سو يعني آني مقدس سو يعني آني قدس للراب لذلك لا تقترب إلى هنا أخلع حذاءك من رجديك لأن الموضوع الذي أنت واقف عليه أرض مقدس لذلك أخوي وأختي آني وإنت اليوم قدس للراب آني وإنت مقدس للراب أي مخصصين للراب لذلك أن كل شيء في حياتنا اللي نفعل إذا إذا أشياء لم تجد الراب فهذه نكون غير مقدسين روح الله يتنجس معنا لذلك أرجوك أخوتي خلينا نعيش بهذه الأيام الجاية أيام نعيش فيها في قداسة مهم نعيش في قداسة وهذا أمر مهم جدا لذلك أنه نشوف أنه الراب رأسا أنه عرف عن نفسه لموسى قل أنا إلهك ونشوف أنه موسى لما قال الرب أنا إلهك أعتقد أنه خاف وخاف جدا ليش أعتقد أنه بعد ما قتل المصري وهرب إجأ الله أنه دعاقبه صح تفسيري هذا يعني هذا أنا أحلل للنص خاف جدا موسى ونشوف هذا الأمر يا أحبة كثير من المرات الله لما يتعامل معنا نحن نخاف لا الله عند خطة عظيمة في حياتك مثل ما الخطة التي كانت مع موسى هذه الخطة رائعة جدا لحياتك لذلك أخوي وأختي نحن اليوم هناك هدف عظيم الله أعد إليك وإلي وهذا الهدف العظيم لابد أنه نعمل فيه أو نسعى لأجده شفنا مراحل موسى الأربعين سنة الأولى تربى بالحكمة ونمى وتعلم أمور كثيرة كان يدرك والأربعين سنة الثانية كان يرعى غنم وكان متبهذل وكان متألن وكان دائما يفكر وكان دائما يخاف أنه على غفلة يجون المصريين لكن ما كان يدرك أنه هناك خطة عظيمة الله أعدها لأولاده هناك خطة عظيمة الله أعدها لكل واحد من عندنا لذلك نشوف نشوف أنه الراب دائما معنا في كل لحظة إلهنا صالح صدقوني يا أحبة صدقوني في كل يوم أنا وأنت من ندخل أعماق جديدة مع الرب رح نشوف يد الرب رح نشوف العناية الإلهية واضحة مع انا طبعا من إجا نيثن ابني من راح ترند أخذ السونر أول ثلاثة شهور السونر قالوا إنه مع كو جنين بطنها ومالعلم قبلها كانت طرحة أيضا طفل صارح باط عندنا وهذا الأمر مهم جدا كيف إنه هي طرحة الطفل والطفل الثاني يقولون أنه ما كو جنين في بطنها صراحة أخذ هذا الموضوع كنت ناسي بس القسيس ذكرنا به رجعت للبيت وبقت هنا وصل لنا وقلت يا رب لتكن مشيئتك أنت عندي جشوة بس لتكن مشيئتك وراء الشهر قالوا لها تعي سوي سونر وسوي تحليل دم هذا السونر يعني بالدم حنشوف إنه موجود جنين لولا وأيضا مو وكأنه الله يقول أكو خطة عظيمة أنا مرتبها إلك إذا هذول مدى يشوفون الجنين لكن أنا شايف الجنين موجود لكن هذول ما رح يشوف ليش لأن هم بس يريدون يسوون شغل ذلك صراحة قعدنا صلينا يعني قلت ليا رب إذا تريد هذا الطفل فأني تعودت إنه رن تطرح قبل جشوة ثنيا وبعد جشوة واحد وهذا يعني حماية الدم على نيثن هذا الطفل الثالث سوأ تعودت قلت يا رب لتكن مشئتك في كل شيء راحت مرة ثالثة سوأ صونار فالدكتور صدمن قالت لها أكو جنين قلت لها آمين قلت أنا يعرف أكو جنين قلت أنا أعرف أنه أكو جنين أكو طفل وهذا الطفل هو للراب كان صلاتنا ودائما أنا صليت بجشوة وصليت بهذا الطفل قلت يا رب العطية هي منك وأني رغب أنه أنا مو مستحق هذه العطية والعطية التي تعطيها ما تعطي عطية ناقصة أبدا حاشة للراب أن يعطي عطايا ناقصة أو عطايا بها عيب حاشة ولا لكون أنا خادم داخل لكون هو يظهر مجد أنا كل عيوب أنا كل أخطاء أنا كل نقوصات في حياتي لكنه هو حتى يظهر مجد ليش لأنه حتى من أقف بهذا المكان وأشهد عن عظمة هذا الإله اللي صنع معانا المعجزة لأن هو الراب فتعلمت أنه هناك عناية إلهية هناك عناية إلهية بالفعل إجى نيثن يختلف عن جشوة جشوة يعني دخل بمراحل هواية لكن نيثن غير شكل إجى ورأسا ويانا وكل شي نشكر رب هذه الحماية الإلهية صدقوني يا أحبة لذلك في كل مرحلة في حيات لنحنا كمؤمنين هناك عمل الله هناك يد الله وافح على حياتك وافح على حياتك يد الله مع عائلتك يد الله مع أولادك حتى لو كانوا أولادك بعيدين عن الرب هو اللي قال شمسة تشرق على أشرار والأبرار الصالحين والطالحين هو اللي قال لكن بدورك إذا أنت أولادك هما بعيدين عن الرب دائما صليلهم أطلقهم بالبركة أعلن حماية على أولادك في كل وقت صدقوني صلاتنا ما تنظروا بالهواء وهذا أمر مهم جدا هذا أمر موسى كان دائما يصلي للرب بالذنب القتل هذا المصري لذلك الرب أعد شيء مهم جدا لحياته لذلك أخذنا بالأول مشهد رهيب هسنا نقول واحد صادق للحبيب ثم قال له وإذا يشوف الرب أنه عرف عن نفسه أول ما يتجي الرب سيقول لك أنا منه أنا إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب هذول آباء إسحاق يعقوب إسحاق هو النسل الموعد وأبراهيم هو أبو الأصباط يقول فأول ما سمع هذا الإعلان ردفع الموسى شنو كان فغطى موسى وجهه طيب من يتذكر موسى أيضا غطى وجهه في مشهد ثاني وين من صعد أخذ الوصاية مرة غطى وجهه خوفا من الراب ومرة غطى وجهه من مجد الراب تخيل في مرحلة من حياته خاف من الراب وهذه المرحلة غطى وجهه لكن في المرحلة الثانية بعد ما الرب رفعه والسنده والعناية الإلهية كانت معه غطى وجهه لأنه مجد مجد الراب كان مطبوع على وجه ولذلك الناس ما كانوا ينظرون النور اللي فيه وهذه هي العناية الإلهية يقول فغطى موسى وجهه ليه شنو السبب غطى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله خاف أن ينظر إلى الله كليتنا نخاف من الله صح؟ في المسيحية ماكو شيء اسمه أنه نخاف من الله المسيحية احنا نقدس الله في المسيحية احنا نعطي المجد إله في المسيحية هناك علاقة اللي خافون من الله هذول ليس مسيحية هناك علاقة اب مع أولاده هذه العلاقة اللي هي علاقة التواصل بيننا وبيننا لذلك موسى يقول لما نسمع الإعلان لما نعرف عن نفس الله غطى وجهه وخاف جدا فقال الرب نشوف أنه شنو السبب الله ظهر لموسى شنو السبب الله ظهر لموسى يقول فقال الرب شنو قال له أنا قد رأيت مذلة الشعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخرهم أني علمت أوجاعهم طبعا الشعب إسرائيل بعد ما دخل سبعين نفر بقيادة يعقوب إن كان يوسف في ذاك المكان بعد أربعمائة سنة هذه الحادثة من دخول سبعين شخص بقيادة يعقوب بعد أربعمائة سنة هذه الحادثة وهذا الشعب ابتعت كل البعد عن الله فوسطوا مرحلة حتى كانوا اللغتهم نسوها والدليل إنه بالسفر الخروج رح نشوف بعد إنه يقول نتمنى ناكل الكراد ونتمنى وعبده والعجل لذلك الله الله شاف مذلة شعبة شاف سمع صراخهم الله كان معهم في كل يقول اقتام مقدس يقول عن الله تضايق في كل ضيقاتهم في كل ضيقاتهم تضايق هذا إلهنا لذلك في كثير من المرات الله يسمح إلي وإلك نفوت في امتحان الله سمح لهذا الشعب حتى يتعلم أنه يفوت بهذا الامتحان وأنه الشعب وأنه المصريين يسودون عليهم ليش لأنه بسبب شرهم بسبب الأمور اللي فعلوها بسبب الأخطاء اللي كانوا يقترفوها بسبب عدم التزامهم في شريعة الله عدم التزامهم بالقانون الإلهي كان هناك قانون قبل الشريعة الله وضعه وهذا القانون كان مسلم من إبراهيم إلى إسحاق إله يعقوب وكل هذه الناس كانت تعرف أنه أكو إله اسم إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب اللي هو وعدنا رح يعطينا أرض تفيض لبن وعسل اللي هو قال للإبراهيم مبارك مباركيك ولعنك العنو هو هذا الإله اللي نؤمن به إلهنا ليس كباقي الآلهة باقي الآلهة أصنام باقي الآلهة أصنام لكن إلهنا حي إلهنا معانا إلهنا تكلم مع إبراهيم اشتاز وسط الذبيحة مع إبراهيم في تكوين الخمسطعاش لذلك هذا الإله إلهنا كان مع يعقوب في الجبل لما نحول اسمه من يعقوب إلى إسرائيل يعني أب لجمهور كثير لذلك يا أحبة أنه يقول الله كان يشعر وكان يحس بكل ضيقاتهم بكل آلامهم بكل أوجاعهم لكن الله تاركهم السبب أنه يريد هذا الشعب يرجع إله طبعاً لو تقرون صفر القضاة رح نشوف نفس الحالة موجودة في صفر القضاة الشعب يرجع يعمل الشر في عين الرب الرب يرسل إليهم المؤدب يؤدبهم يرجع يصرخون الله يرسل إليهم مخلص ويرجع كذلك خمس مرات هذا الشعب دائماً كان يخطأ ودائماً الرب يؤدبه لذلك أنه يشوف أول شيء دا يعلن أنه الرب عرف عن نفسه والشيء الثاني قال للرب أنه هذا الشعب أنا سمعت وأنا بدل موسى هو كان عنده غيرة على الشعب وكان يحب شعبه فرح جداً فرح جداً لذلك يقول في عدد ثمانية الرب دا يقول فنزلتوا لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض كأنه موسى هناك كأنه قال يا قاع انشكيوا بالعيني أنا فرحت جداً أنه الله رح يخلصنا رح يخلص شعبنا من هذا الأمر ولذلك اليوم نحن لما نروح نبشر الناس وإذا إنسان تاب وسلم حياته للرب يسوع يقول السماء تفرح بخاطأ واحد يتوب أنا أيضاً أفرح جداً لما هذا الشخص أنه يتوب يقدم توبة نفس الشيء موسى أتخيل أنه كان هذا الشعب لثنين مليون شخص أنه الله رح يخلصهم والرب رح يكون معهم في كل لحظة ورح ينقذهم من أيدي المصريين وكان عنده ثقة ويقينية وكانوا مصدق أنه الله يستطيع والرب قال له ورح أصعدهم من تلك الأرض الذي إلى أرض جيدة وواسعة أرض تفيض لبن وعسل إلى مكان يكان عانين والحثين والفرزين وهذه الأماكن كلها اللي موجودة لذلك نشوف أنه يقول فنزلتوا لأخذهم ونشوف أنه فرحت موسى لهذه اللحظة والآن الرب يقول لموسى الآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي تبهوا يا هذا نقطة مهمة جدا هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي أنا أتوقع أنه كان هناك بعض المؤمنين يصرخون إلى الرب أتوقع أنه هناك بقية تقية كانت تصرخ إلى الرب يا رب خلص يا رب أنقذ والرب يقول ورأيت أيضا ذيقاتهم التي يضايقوهم بها المصريين فرح موسى فرح موسى أنه الرب سيخلص شعبه لكن المفاجأة الثانية التي انصدم بها موسى فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي من مصر تخيل وينها يا موسى موسى هنا أعتقد قاتل شخص في مصر كيف رح يصعد يروح لهذول الناس الاثنين مليون شخص ونص يخبرهم أنه إلهنا رح يخلصنا وأني ضعيف جدا وهنا الصدمة أعتقد أنه موسى صدم في هذا الإعلان بالبداية الله قال أنا رح أصعدهم وأنا رح أخرجهم وأنا رأيت ورأي شف الضيقات هنال رب يرسله النقطة المهمة لتعلمتها من هذه الآية لا تباوى على ضعفك لا تباوى على ضعفك باوى على قوة إلهك باوى على عظمة إلهك إبليس يريدي يريدي خلينا نباوى على ضعفاتنا يقول أنه يوصل رسائل أنه أنت فاشل أنا فاشل أنا ما رح أقدر أعمل هذا الشي أنا ما أقدر لكن ذكر دائما أستطيع كل شي في المسيح الذي يقوني الله يسر بأن يستخدم الآنية الضعيفة الله ما يريد يستخدم آنية قوية نشوف بكل استخدامات الله كان يستخدم آنية ضعيفة ليش حتى يتمجد من خلالهم حتى يتمجد من خلالهم لا تباوى على ضعفك لا تقول أنا ما أقدر هذه كلمة ما أقدر هذه إبليس يفرح مني يسمحها لا لا قل أنا أقدر قل لما يجي القس لخدمة معينة قل يا رب آمين لا تباوى على الضعف الضعف هو من إبليس صدقوني صدقوني الضعف هو من إبليس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود موسى أيضا قال للرب قال له هل أم أرسلك ثاني يقول له ماهو انصدم بمعناته انه انصدم نشوف فقال موسى الله من أنا الرب يقول أنا سأرسلك الرب يقول سأستخدمك أنا انت سأستخدمك في الخدمة الفلانية سأستخدمك مع هذا الشخص لا تكون مثل موسى تقول له من أنا من أنا حتى أذهب إلى فرعون لا تستهين في نفسك انت مميز في عين الرب انت مميز في عين الرب لا تسمح لإبليس أن يرسل رسائل سلبية على حياتك أيضا مو بس موسى استهان في نفسه آرمية أيضا آرمية الرب قال له أنا دعوتك من بطن أمك فآرمية قال له منو آني أنا صغير جدا مو بس حتى آرمية حتى جدعون جدعون قال له أنا ضعيف عشيرتي ضعيفة أهلي ضعيفين لا قدرة ولا قوة أي قوة أي امتيازات نحن ناس يعني كأنه نحن ولا شيء قال له لا 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 تقول أنت ولا شيء الذي معك هو أقوى من الذي عليك الذي معك هو أقوى من الذي عليك صدقوني من قبلت الرب يسوع المسيح إلى هذه اللحظة ما عرفت شيء أقول لا أقدر أستطيع ليش وشخص بالخدمة وهذا أمر بالخدمة بخدمة الرب ماكو شيء اسمه لا في كل مجال في كل مكان أقدر أبدع في ليش لأن هذا عمل الرب هذا عمل الرب لن نكون مثل موسى من أنا الرب قال له شنو منو أنت أنا رح أرسدك وهذه أسئلة أنه جدت في فكر موسى لكن الرب قال له أنا رح أنزل وياك أنا رح أكون معك أنا رح أكون مع هذا الشعب رح أقودك وياهم وهذه الفكرة يا أحبة الله قال للموسى أنا رح أكون معك وعلينا أن نفهم فكرة مهمة جدا في الله نفهم أن الإنسان هو مركز الدائرة في إتمام خطة الله الإنسان هو مركز مهم لإتمام خطة الله وما قاصده وندرك أنه عندنا دور مهم في بناء الملكوت ادرك أنت وأنت وأني ندرك هذا الأمر عندك دور مهم في بناء الملكوت فدور فدوري ودورك ودورك أنت في بناء الملكوت مهم لا تقول أنه أنا ما أقدر أو أنا ضعيف أو أنا صغير لا تقول هذا الشيء أو عشيرتي صغيرة أو أهلي صغير أو أنا محتقر مذلول لا 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 تقول هذا الأمر لا تقول أنا أقدر لأنه الذي معي هو أقوى من الذي علي وهذا أنه ببساطة لما موسى قال لرب من أنا كان الرب جاوب قال أنت موسى من موسى أربعين سنة تبهذل في البرية كان يرعى غنم لا لكن أنا رح أكون معك هالمرة تختلف هذه المرة تختلف أنا رح أكون معك كل الأمور اللي فعلتها بنفسك وبقدرتك وبعقلك وبأمورك النفسية والجسدية والعقلية هذا الشي لكن هالمرة في شيء ثاني هناك بركة ثانية ليش والابتياز لأنه أنا رح أكون معك هذا الأمر أعلمك وأرشدك أنا رح أكون معك بهذه المرة مو كل المرات اللي قتلت فيها المصري ولا صارت مشاكل في مصر ولا جئت حتى ترعى غنم لا هذه المرة تختلف هذه المرة أنا رح أكون معك هو يقول له فقال أني أكون معك ونشوف أنه الرب بالفعل كان مع موسى في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة الرب كان مع موسى لما نخرج الشعب إلى الأخير لذلك أنه أنا أكون معك وتكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر وتعبدون الله على هذا الجبل هذا وعد صادق صدق موسى وأني وأنت بدور أن صدق كلام الله هناك الرب يسر أن يستخدم الآن الضعيفة قل الآن ضعيف حتى تكون قوي الرب قال للبولوس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل رح عيدها مرة ثانية الآية تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل الرب يسر أن يستخدم الآن الضعيفة يا أحبة فقال موسى الله ها أنا وتخيل وياي بالبداية قال من أنا وبعالة 13 قال ها أنا شنو الاختلاف بالبداية قال من أنا لنتردد بعد من رب قال أن أكون معك صدق هذا الإعلان وصدق هذا الوعد هذا الوعد الإلهي هو كان لموسى هو إلي وإلك وإلك لكل واحد من عدنا فبالبداية قال من أنا فاحتقر نفسه صغر نفسه هنا يقول ها أنا يا رب ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آباءكم أرسلني إليكم فأذقال لي هنا بقى في أسئلة يسأل فيها موسى ما اسمه فماذا أقول لهم كأنه موسى هنا قال أنا موجود فمن أنا نذكر واحد ثاني في العهد القديم الله دا يرسله إلى نينوة قال آمين قال أروح ونينوة وصل واختفئ عبالة رح يختفي من وجه الراب الراب دبر لشغله ورجعه للمكان لا تكون متردد لما الراب رح يقول لك أنا رح أكون معك صدق الراب لما يقول أنا رح أكون معك صدق ليش إن هو يعضدك هو يمسكك لذلك نشوف شنو قال يقول فقال الله لموسى فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني فنشوف شنو يعني أهيا الذي ما المقصود أن الله عندما عرف عن نفسه بقوله أنه أهيا الذي أهيا هذا الاسم أول مرة أعلن فيه لموسى الأباء لم يكن يعرفون هذا الاسم ونرجع لسفر خروج إصحاح ستة عدد ثلاثة يقول ولم أعرف بهذا الاسم عند الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أهيا الذي أهيا طيب أهيا هو فعل مضارع في العبري ويعني أكون وهذا هو أيضا معناها اسم يهوى إنه الكائن الدائم الله موجود بقدرته الذاتية معناته لذلك لما نقول أنه يسوح هو الله يسوح قال أنا هو ومعنى أنا هو اللي هي أيغوا أيمي معناته أنا الكائن يعني أنا الله أنا يهوى أنا أهيا هذا وأيضا قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن نفس الكلمة أيغوا أيمي أنا كائن يعني أنا كنت وهذه نفس الكلمة أنا أكون فهذه أحيا أشر أحيا لذلك الإنسان يطلب الله فيمجده الإنسان يطلب الله فيجده لقد كان ويكون الآن وسيكون إلى الأبد إذ دعاك الله لتقوم بواجب معين تجد نفسك بحاجة لتعرف أن الله الذي يدعوك هو دائم الوجود لكي يدعمك والأهم من أن الشعورنا دائم بالحاجة يجعلنا دائما تركيزنا على هذه الحقيقة الرب معنا في كل وقت في كل لحظة في كل طرفة عين الرب معنا لذلك لما قال له أحيا الذي أحيا وقال الله لموسى أيضا هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آباءكم إبراهيم وأسحاق ويعقوب أرسلني وده يعلن عنان مهم جدا يا أحبة هذا اسمي وإلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور وكأنه داي يقول هذا الاسم اللي هو أحيا الذي أحيا هذا الاسم أنا راح أتعامل به معاكم أنتو هذا الاسم هو اسم لكم أنتو هذا الاسم لشعب إسرائيل لذلك الله أعاد هذا الاسم أنه معاكم هو لذلك أنه الله يقول له صدق وروح يقول للشعب راح يصدقون راح يصدقون أنه هذا الاسم واسم هذا إلى الأبد والذكري إلى دور فدور لذلك يا أحبة الله يريد يستخدمك الله يريد يستخدمك لا تكون مثل موسى أنه تقول من أنا لا تكون مثل أرمية تقول أنا صغير لا تكون مثل الجدعون أنه أنا محتقر بين العشائر وبين الأصباط الله يريد يستخدم الله يسر بأن يستخدم الناس الضعفاء حتى يظهر مجده حتى يظهر قوته حتى يشوف عظمته للشعوب أظهر مجدي أمام فرعون أن الله هو الكفاية الدائمة الحاضر دائما لسد جميعها أنه الكائن الدائم الذي لا يخيب شعبه وعليه فمن الحق أن نقرر بعدم كفايتنا ولكن يجب الآن لا توقف عن هذا إلا لو وجدنا أنفسنا في مأزق يجب علينا إذن أن نستمرار لنقر بقدرة الله وكفائته وكفايته لمجابهة أي تجربة للتغلب على أي مشكلة والإحراز أي انتصار لقد احتاج موسى لبعض الوقت حتى أدرك هذه الحقيقة بعد هذا استخدمه الله بقوة أدرك أن الله قادر أن يقدر يستخدمك الله قادر هذه الآنية الضعيفة يقدر أن يستخدمها ويكون هو معها لذلك يا أحبة آخر شي خلاصة الأمر الله لا يدعو المؤهلين لكن يؤهل المدعوين للخدمة شون يعني هذا الكلام هناك ناس يقولون رب يسوعنا ما جئت للأصحاء لكن للمرضى الرب ما يدعو المؤهلين لكن يؤهل المدعوين للخدمة الله شايف هناك ناس مدعوين للخدمة لذلك أنه يريد أهل هذول الناس يريد يهيؤهم للخدمة عندما يدعونا الله لنفسه يريد أن يستخدمنا في خدمتي فهو يفعل لك باختياره هو الله يدعونا لأجل نفسه لأجل قدمته وهو يفعله باختياره هو والله يستخدمنا لمجده هو أيضا النقطة الثالثة يا أحبة الله لا يبحث عن أناس مؤهلين لوظيفة عمر الخدمة هي أبداً موظيفة ولكنه يبحث عن أناس طاعين لإتمام مشيئته عمر الخدمة عمر الدعوة هي وظيفة هي ليست وظيفة لكن يريد ناس طاعين لمشيئته لذلك الدعوة الله لوجهها لموسى هذه دعوة موجهة إلك وإلي وإلي كل واحد من عندنا الرب دعانا أن نكون نخدم الرب نشتغل في حقله وهذا الأمر المهم يا أحبة أمين أمين ثم أمين يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك من كل القلب لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك ليس فيك تغيير ولا ظل دوران نشكرك يا إلهي لأنك تسمعنا من كلمتك كلمة الحياة الأبدية إله القدس أسألك يا رب تختم بالروح القدس على ما سمعناه وتكون يا رب تأتي على الأرض جيدة وتفيض من ثلاثون وستون ومئة بإسم الفدان على الصليب نصلي داماً أبداً آمين ثم آمين آمين وربي بارككم